ناقش محافظ حضراموت الأستاذ مبهود مبارك بن ماضي مع وزير الزراعة والريوة الثروة السمكية اللواء السالم السقطري الأوضاع المتعلقة بالقطاعين الزراعي والسمكي بالمحافظة واستعرض الوزير السقطري قطة وبرامج الوزارة لتطوير القطاع السمكي والزراعي خصوصا في محافظة حضراموت والمشاريع المزمعة في ذهاب المحافظة سوى بما يتعلق بعادة تأهيل مراكز الانزال السمكي أو المتعلقة بالمشاريع التطويرية في القطاع الزراعي موضحا مرتكزات الآلية التي وضعتها الوزارة بالاعتماد على الخبراء وذوي الاختصاص لتنظيم عملية التصدير للمنتجات الزراعية والسمكية بطرق منتظمة والتطرق الاجتماع للآلية الوادد اتباعها لإنشاء وتنظيم عمل مصانع تعليب الأسماك بحضراموت والاشتراطات الفنية والصحية الواجب توفيرها في تلك المصانع ومن جانبه أشهد المحافظ بجهود الوزير السقطري الهادفة إلى الاهتمام بتنشيط قطاعين الزراعي والسمكي مؤكدا إن السلطة المحلية ستعمل إلى جانب الوزارة في تنظيم عملية الصادرات عبر المنافذ البرية والبحرية بمحافظة حضراموت ترجمة نانسي قنقر